رغم الأضرار التي أصابت القطاع التعليمي جراء جائحة كورونا بسبب إغلاق المدارس واللجوء للتعليم عن بعد على مدار العامين المنصرمين سعت الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي لاتخاذ خطوات عاجلة ووضعت خططا منهجية لإصلاح الواقع التعليمي في البلاد أثنت عليها منظمتين ليونسكو وليونسيف هذا الهدف يستصحب معه أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وهذا الانجاز المتحقق يمثل نتيجة متوقعة لتحقيق برامج الاعتماد المؤسسي ومعايير الاعتماد البرامج التخصصية وزارة التعليم وجامعاتنا العراقية تكيفت مع كل المتغيرات التي بدأت منذ عام 2020 صعودا على مستوى الصحي والبيئي وحققت أهدافا وحضورا في التصنيفات العالمية وزارة التعليم العالي أوضحت بأن الإصلاحات التي اتخذتها ساهمت في دخول 47 جامعة عراقية في تصنيف التايمز لالتزامها بمعايير الجودة وأكد أكاديميون أن سياسة التعليم الحكومية منذ بدء الجائحة والتوجه نحو التعليم الإلكتروني ساهم في الحفاظ على المسار التعليمي للطلبة في العراق ولله الحمد ممتلب وزارة التعليم وزارة التعليم عملنا سلسلة من الإجراءات للحد منها والمساوات والتمييز ولذلك كانت نتائج إيجابية منها التحول نحو التعليم الإلكتروني المدمج كفريق الوزاري بذل جهود مضنية من أجل التحول نحو التعليم الإلكتروني من أجل عدم إضاءة السنوات لهؤلاء الطلبة وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن تشكيل 19 مجلس اعتماد بهدف الحفاظ على جودة التعليم في جامعات العراقية إضافة لقيامها بأعادة تقييم الجامعات المعتمدة في دول الجوار والمنطقة والتي يدرس فيها الطلبة العراقيون وإلغاء اعتماد الكثير منها من أصل 105 جامعات حكومية وأهلية دخلت قرابة 90 مؤسسة جامعية عراقية في التصنيفات العالمية حسب وزارة التعليم خاصة بعد ثناء منظمتي اليونسكو وليونسيف على ما قدم من خطوات إصلاحية في قطاع التعليم الذي استطاع تجاوز محنة الجائحة والمضي قدما للعودة لسابق عهده أسعد الزلزلي الحرة بغداد اشتركوا في القناة